طيب نروح بقى للاستعدادات الخاصة ببطولة السوبر ويمكن في هذه الأثناء وانا معاكم على الهواء مباشرة في مطمر صحفي للمدير الفني السويسري مارسيل كولر ومعاك الكابتن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي يمكن مطمر صحفي قبل المباراة بـ 24 ساعة عشان يتكلموا على الاستعدادات والتحذير لهذه المباراة الفريق مقدرش حتى يعني ياخد نفسه يعني على طول المباراة يوم الجمعة يوم السبت كان فيه تدريب خفيف تدريب استشفائي الفريق اتحرك من فند القامة حوالي الساعة خمسة سافر من جدة على أبو ظابي وصل بسلامة الله في مساء أمس إلى أبو ظابي نهاردة تدريب على ملعب المباراة وفي نفس الوقت كمان تدريب مش عارف أقول يعني هيبقى تدريب استشفائي ولا تدريب خفيف ولا يقدر كولر يحط الملامح المتعلقة بمباراة سيرميكا قدامكم على الشاشة على فكرة ده جانبه من المؤتمر الصحفي المقام حاليا دلوقتي في ملعب نادي الجزيرة الإمارات اللي هيستضيف هذه البطولة ان شاء الله بدءا من الغد بكرة في مباراتين فيوتشر وبرامتز الساعة ثلاثة والأهلي وسيرميكا الساعة سبعة الكسبان من هنا هي لاعب الكسبان من هنا يوم الخميس بس المباراة هي هتكون يوم الخميس الساعة سبعة وتحديد المركز للثالث هتكون الساعة ثلاثة العاص وده جانب من المؤتمر الصحفي اللي بيعقد في هذه الأثناء على ملعب محمد بن زايد استدنادي الجزيرة في الإمارات التدريب النهاردة هيكون الساعة خمسة ونصف يعني بعد حوالي ربع ساعة بعد نهاية المؤتمر الصحفي هيكون معاد التدريب الأساسي والرئيسي للفريق على ملعب المباراة نادي سيرميكا كليو بطر على فكرة موجود في أبو زابي بقى له أكتر من أسبوع يعني التوقيت الأهلي كان بيلاعب فيه في السعودية مباراة كأس العالم كان سيرميكا سافر إلى الإمارات وبيستعد لمواجهة الأهلي بقى له أكتر من أسبوع يعني أنت لو بتتكلم على مدى الاستعداد والجاهزية والعدالة الفنية ما فيش أي عدالة ما فيش أي عدالة خالص سيرميكا بقى له أسبوع بيستعد الأهلي يخلص بطلد كأس العالم أول إمارح سافر إمارح هيتمرن النهاردة يلعب بقر فدي التوقيتات اللي كانت وطعتها إدارة المسابقات في اتحاد الكورة وللأسف يعني مش عارف اللي حط الموعيد ما كانش واخد باله للأهلي ممكن يوصل لليوم الأخير في كأس العالم يلعب فينال يلعب ثلاث ورابع يعني زي ما يكون حط الموعيد هو عارف إن الأهلي هيلعب خمستاشر ويرجع ولو راح الجزائر يلعب عشرين ويرجع ولسه فيه مساحة وقت على خمسة وعشرين ما حطش في الحزبان خالص حاجة زي كده خالف الليحة وخالف كل الإجراءات اللي ممكن تتبع في تحديد مواعيد البطولات ولكن أخطاء للأسف يعني بتعد كتير ومحدش بيحاسب حد على الأخطاء اللي بتحصل داخل اتحاد الكورة على جميع مستويات اللي جان ولكن النهاردة كمان عندي لقطة كده حصلت من لجنة الحكام لقطة غريبة جدا لولا لأنا اتكلمت عليها من خلال حساباتنا يعني على السوشيال ميديا كانت العملية مشت وكانتتعدت وكان يحصل خطأ فني كبير جدا في بطولة كأس السوبر أتكلم عليه لما أجد الوقت أتكلم برضو على أسماء الحكام